خلف الحباية أول فاصل ده هو اللي حدرتك قلت ده أول فاصل بيعتبر الخلف أنه هو كان التفولة وابداياته وتفولته والمأساة اللي عاشها وهو طف أول نقصة أنه وحيد كمان يعني نشأ وحيد وعاش وحيد وحتى لما هو تجوز وخلف ما كانش عنده غير ياسين برضو وياسين فضل وحيد الستات عفريت يعني هو دي مرحلة برضو مهمة جدا بالنسبة لإسماعيل ياسين أن فعلا الستة كان لها دور تأثير كبير عليه سواء والدته من أول فقدان أمه لحد مرطات الأب وسته وجدته وزيجاته أخبارها إيه لا الزيجاته هتيجي بعد كده تمام عفريتا هانم وده برضو من الأفلام يعني ما ينفعش حد ينسيها طبعا هو إسماعيل ياسين ما تلاقيش فيلم عنده استحانة ممكن تنسيه حتى لو هو طالع بمشهدين تلاتة زي محررتك قلت حتى لو مش هو البطل بالزب بس وعلى فكرة فيه كتير جدا يعني أغلب أفلام إسماعيل ياسين للأسف إحنا بنشوف عدد أولاي جدا من الأفلام اللي هو قدمها إسماعيل ياسين قدم أكتر من حوالي 600 فيلم ودي مفاجأة محدش عملها في تاريخ السلمة المصرية ولا العربية ولا العالمية أعتقد يعني أن ممثل يقدم 600 فيلم لأنه هو يبقى تقريبا ما بين عشرة أيام أسبوعين بيعمل فيلم دي دي كانت حاجة صعبة جدا وأغلب الأفلام دي ما كانش هو البطل فيها يعني كتير جدا من الأفلام ما كانش هو البطل كان هو الضر التاني الثالث أحيانا الضر الرابع ومع ذلك كان ما تقدرش تنسي بصمة ما تتنسيش ما تنسيش موجود في الفيلم طبعا طبعا الحب بهدلة الحب بهدلة طبعا أنا بتكلم عن المسائل الحب بالنسبة له إسماعيل ياسين طول الوقت كان عنده إحساس بأنه فاقد للحب والحنان فاقد للحنان فاقد كان طول الوقت عنده هاجس أنه هو يعمل أسرة ده كان مهم جدا بالنسبة له ولذلك الزكتين الأولينيتين اللي هما فشل فيهم كان نجمان جدا هو ما كانش زي ما بيقولوا كده بتاع ستات أو أنه غاوي يتجوز كلهم بالعكس لما لقى الزوجة الكويسة لها السيدة فوزية قرر أنه يبني أسرة ويبقى عنده بيت وعيلة ده كان كل أمنيته في الحياة كان فيه تاني من الفصول اللي حضرتك شايف أن هي مرتبطة بالأفلام يعني مثلا فيه ستات ما بيعرفوش كده أيوة هو أنا طبعا اختياري لأسماء أفلام إسماعيل ياسين وحطها عنوين للفصول كان ده مرتبط بحالة معينة إيه هي الحالة؟ إن أنا يعني موقف معين في الفصل ده أنا بتتكلم عليه فبرمي يعني لما أقول خلف الحبايب أن والده كان نفسه يخلف ويبقى عنده ابنه وريسه بتاع ده واحتفلوا بيه جدا لما جاء إسماعيل ياسين وكان مدلل وكان طفل مدلل في بداياته لحد ما والدته توفت فكان ده خلف الحبايب يعني الموقف ده ستات عفريت اللي هي المعاناة اللي ممكن في موقف ما يشوفها إسماعيل ياسين لدرجة مثلا فيه موقف معين وهو طفل ستاته خدته المقابر وثبته ومشيت وهو طفل بالليل فده ده كان عذاب آآ آآ يعني وأنه هو مثلا يروح يشتغل عند فتحية أحمد أو يروح يشتغل عند بديعة فكان ليه موقف كثير جدا مع الستات ومع ذلك أي حد كان بيشتغل معه بيحس إنه هو تميمة الحظ بتاعته بينجح أي مكان كان بيتواجد فيه سبحان الله المعاناة بتخلق إنسانية عظيمة بتخلق من البني آدم إنسان بيبقى حاسس بأي بني آدم حواليه من كتر المعاناة اللي مر بيها بالضبط ويمكن ده كان سر نجاحه يعني سبحان الله في المفارقة يمكن لولا المعاناة اللي هو عاناها ما كانش عنده الإسرار أيقونة الدحك ما كانش يضحك وما كانش بقى أحنين بالطريقة دي وبقى بيدحك الناس بالطريقة دي جداً يعني كل اللي قربوا منه وعشروا يعني يقولوا منتهى الحنان ومنتهى الحب وفكرة حرمانه من الأسرة وإنه ما يبقاش عنده أسرة لأنه اتشرد منه هو طف حقيقي ده كان مخليه بيحاول حتى الناس اللي كانوا بيشتغلوا معاه في الأفلام تحس إنه هم أسرة واحدة بيبقوا مع بعض لأنه أغلب الوقت كان بيقضيه في التصوير بالزبط طبعاً حقيقي يعني ده يقول لنا إنه المثلة اللي بيقول دايماً أو الحكمة اللي بتقول فقد الشيء لا يعطيه لأهو أحياناً فقد الشيء بيعطيه وأحياناً فقد الشيء بيبقى بيحاول يعوضه محتاجه وحاسس بإحتياج اللي قدامه لي بالزبط أحياناً ده ي